أبير رل العسكرية لسلطنية أنا مش ركع النصيحة بس أنا مش بيدي أفضل مش بيطة أفضل مش تفضل أفضل أفضل أكيد يا أخوات حاشرح ليش أفضل وهالمرة حأكدت خلصت وفشلت مغامرات أبي الحروف أفضل من الشدة أفضل من المدة أحد من السين أهدأ ما عم بفهم ما عم بعرف شو بدي يعمل أبو الحروف بالسياسة ونحن مخربطين خلقه والسوريين ما عم يعرفوا يحلوا قصة سوريا بالألف الممدودة ولا بالسوريا بالداء المربوطة الحروف بالسياسة السورية موضوع شائك كتير ولعبة حريفة بامتياز بلشت ما بين تغيير الحروف من ثورة ليس أول من حبك جية فورة واستمر أبو الحروف تبع النظام بإعمال مبضعه بتغيير كلمة حرية لخ طبعا الفورة مجايف كل هالخراب ما هو عأساس مو كل هالخراب إجا من فورة الثامن من آذار تبع القائد المؤسس تبعاك لن يكون الطابع هو الذكرى الوحيدة لثورة بلغت الواحدة والخمسين من عمرها مو تبعي أنا أنا ما دخلني ماشي منرجع لأبو الحروف بالسياسة من اللحظة اللي بتبلش فيها المفاوضات السياسية بأي أزمة سياسية بيكون بطل كتابة الورقة النهائية بدون منازع هو أبو الحروف والكلمات لأنه بمجرد ما تشيل كلمة نظام وتحط اسم دولة بتفرق المعادلة بمجرد ما تشيل كلمة ثورة من أي ورقة وتحط محلة حرب أو أزمة بيتغير كل الطريق وتسمية شخص كممثل الجمهورية العربية السورية حاف أو شخص معين ممثل للمعارضة أو للنظام بيفرض شرعية على طرف وبشير عن طرف ما هي؟ تمام ما الفاصلة والنقطة بهذه الاتفاءات بيكون فيها الحل والفصل على أرض الواقع الحقيقة جماعة النظام كانوا أشتر من جماعة المعارضة بقصة الحروف والسياسة وآخر شي كله رح يخلص توقيع طرف أو أطراف على كلمات صح ولتوضح أكتر فكرة الحروف بالسياسة خلونا نتذكر وحدة من أشهر الجمل يلي نكتبت على حيطان سوريا من قبل رجالات النظام شو هي يا حزراك؟ الأسد أو نحرق البلد تمام شوف كيف فرق الحرف شو ممكن يعمل يعني بين حرفي العطفي واو أو في حرف العطفي أو كانت الطامة الكبرى مع أنه الناس ما ممكن تشوف الفرق يلي ممكن يعملوا حرف الألف مع همزة مع الواو يعني حرق البلد وبقي الأسد ويلي ما لازم ننسى بآخر هالحلقة أنه أكتر أدوات الأعرابية اللي بتشتغل بالاتفاقيات السياسية هي أدوات النصب هلأ درس القواعد وحروف الجر وين بدي يقولها هاي تابعونا على الفيسبوك وعملونا لايك وشير هلأ هلأ بدي يقولها سجلت؟ خلصت؟ طيب تابعونا هلأ بلعونا ها والشمال تابعونا